اشتركوا في القناة اهلا بكم يا اصدقائي اهلا وسهلا بك يا حمد لنرى اين وصل حمد بطريق تحقيق هدفه دعونا اولا نراجع الحروف التي درسها حمد في الايام الماضية درس الهمزة الباء التاء الثاء الجيم الحاء الخاء الدال والذال والراء الزاي هذا رائع كم هذا رائع يا حمد انتم ايضا يا اصحابي لقد تمكنتم من الوصول الى حرف الزاي لنرى ما الخطوة الجديدة التي سيصل اليها حمد ماذا لدينا اليوم انها سمكة السمكة السمكة تشبه حر السين تشبه حر السين اسمه سين اسمه سين وكما تعودنا دائما نبدأ اولا بطريقة رسم الحرف نبدأ دائما كما تعودنا من النقطة الحمراء نرسم سنا صغيرا اعلى السطر بقليل ننزل الى السطر نسير على السطر قليلا ثم نرسم سنا ثانية من اعلى الى اسفل ثم نرسم سنا ثالثة وننزل تحت السطر وكأنه حوض سمك ونعود الى السطر مرة اخرى وكما تعودنا ايضا ان لكل حرف اسم وصوت قلنا هذا الحرف اسمه سين اسمه سين صوته س صوته س والان هيا لنستمع الى اصوات حرف السين مع الفتحة والكسرة والضم نبدأ اولا بالفتحة السين مع الفتحة تنطق س انتبه لحركة فمك السين مع الفتحة تنطق س مثل سيارة لنسمع الان صوت حرف السين مع الضمة الضمة تجعل فمنا مضموم السين مع الضمة س س ننتبه لحركة الفم السين مع الضمة كيف تنطق س مثل سجود سجود س سجود السجود ركن من اركان الصلاة نحن نصلي خمس مرات في اليوم لنسمع صوت السين مع الكسرة السين مع الكسرة تنطق س س انتبه لحركة فمك س س السين مع الكسرة كيف تنطق؟ أحسنتم س مثل سوار مثل سوار الآن جاء دوركم السين مع الفتحة كيف تنطق؟ أحسنتم س س ومع الضمة س س أما الكسرة تنطق س س انتم أبطال هذا رائع تمكننا من أن نخطوى خطوة جديدة وتعرفنا على حرف السين الآن لنرى ماذا لدينا شجرة شجرة تشبه حرف الشين حرفنا الآن هو حرف الشين سنتعرف الآن كيف نرسم حرف الشين كما تعودنا دائما نبدأ من النقطة الحمراء نرسم سنا صغيرا من أعلى إلى أسفل حتى أصل إلى السطر أسير على السطر قليلا أرسم سنا ثانية من أعلى إلى أسفل أسير على السطر قليلا ثم أرسم سنا ثالثة من أعلى إلى أسفل السطر بشكل حوض السمك وأرتفع حتى أصل إلى السطر ونضع ثلاث نقاط نلاحظ أن حرف الشين يشبه حرف السين كثيرا لكن ننتبه إلى الثلاث نقاط التي فوق رأسه واتفقنا أيضا أن لكل حرف اسم وصوت اسمه شين اسمه شين صوته ش صوته ش الآن هيا لنستمع إلى أصوات حرف الشين مع الفتحة والكسرة والضمة الشين مع الفتحة نفتح فمنا كيف سننطقه شا الشين مع الفتحة تنطق شا الشين مع الفتحة تنطق شا مثل شمس شا شمس الشين مع الضمة تنطق شو شو انتبه لحركة فمك شو نضم فمنا الشين مع الضمة تنطق شو شو شروق شو شروق من الشباك يمكننا أن نرى شروق الشمس الشين مع الكسرة تنطق شي شي الشين مع الكسرة تنطق شي مثل شراع ش شراع شراع الآن جاء دوركم الشين مع الفتحة كيف تنطق؟ أحسنتم تنطق شا شا ومع الضمة تنطق شو 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 أما مع الكسرة تنطق شي شي أنتم حقا أبطال وبهذا نكون قد تعلمنا حرف الشين واستطعنا أن نخطو خطوة جديدة والآن عزيزي الطالب حان دورك افتح دفترك الجميل وابدأ بكتابة التاريخ ثم اكتب حرف السين وحرف الشين كما تعلمنا قبل قليل وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس اللغة العربية شكرا للمشاهدة